اعزائي اتفقت كلمة اعلام علوم القرآن ان هناك تفاعل بين النص القرآني اتركون عن النص النبوي الان نتكلم اين في النص القرآن هناك تفاعل حقيقي بين النص القرآني وبين الواقع الذي جاء نظل فيه القرآن يكفي ان تقف عند ثلاثة ابواب من علوم القرآن تفتول جيدا الباب الاول شأن النزول كثير من الآيات القرآنية لا اريد ان اتكلم في العدد كثير من الآيات القرآنية كان هناك هناك واقعا نزلت ماذا نزلت الآية يعني ماذا يعني الآية تتكلم عن ماذا عن تلك الواقعات تريد ان تعطي حكم او او الى غير ذلك يعني مس آية عزائي خصوصا فيما يرتبط بوضع النبي صلى الله عليه وآله تعالوا معنا عزائي الى سورة ماذا سورة التحريم اعزائي وانها صارت سورة تحسن تحسن سورة الاحزاب هو واضحة بعض في يا نساء النبي ليس لنك احدهم من النساء هاي مرتبطة بواقع لو مرتبطة بكليات مارد تقول الآية مختصة ولكن اقول هناك واقع الآيات ماذا تتكلم مسألة الظهار مسألة التحريم لم تحرم ما احلى الله له وهذه وقائع ولهذا كتبت رسائل متعددة في اثر شأن النزول في نزول ماذا اسباب النزول او شأن النزول او او الى غير ذلك ولهذا اذا تذكرون فيما سبق الشيخ جوادي قال لابد ان نعرف شأن النزول ظرف النزول بيئة النزول هل كلها لها اثر في نزول ماذا هذا الباب الاول صحيح له او مصحيح هذا باب طرحوه مفصلا في علوم القرآن الباب الثاني الناسخ والمنسوخ لماذا انه تنزل ايات قرآنية هذا واحد او مئة ثم بعد خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة ماذا تنسخ لماذا لماذا لم ينزل الامر من اول الامر كذلك الاية من او تنزل الاية الناسخة من الاول الجواب لان الواقع الموضوعي والاجتماعي والثقافي كان يقتضي اولا ثم ماذا ثم ماذا ثم ثاني فباب الناسخ والمنسوخ خير شاهد على دخول الواقع الموضوعي في تفاعل النص مع الواقع الموضوعي الباب الثالث تفتولي جيدا الباب الثالث باب المكي والمدني يعني انتم كم تحمل كم نظرية توجد في التمييز بين الآيات المكية والآيات ماذا المدنية لماذا لماذا نميز بين آية مكية وآية مدنية لان الواقع الذي عاشه المسلمون في مكة يختلف عن الواقع الذي عاشه المسلمون ماذا في المدين واقعهم في مكة قلة ضعيفة مستضعفة ليس بيدها شيء اما واقعها في المدينة ماذا ها امة قوية حاكمة هي تفرض العقود والعهود على الآخرين وتكلم الدول العظمى رسول الله بعد في اخر حياتي يكلم ماذا ها الروم والفورسمولان هذا معناه شنو ماذا حدث صارت دولة قوية تخاطب الامبراطوريات في عهدها الآيات التي تنزل في العهد الاول كالخطاب الذي ينزل في العهد الثاني او يختلف تفقت الكلمة انه يختلف هسا ما هو وجه الاغتلاف نظريات متعددة هذا يكشف لك اذا هناك تفاعل ماذا ها بين ماذا ماذا بين الواقع وبين النص ولا اتكلم عن الموجبة الكلية ولكنه فالدائرة لا بأس بها كذلك وهذا خلي ذهنك نقطة اول الصطر بعد ما لد افصل واي من ابحث عيون القرآن نقطة اول وهذا هو الذي صار سببا ان يقولوا ان القرآن بطبيعته تاريخي مرتبط بماذا بزمانه وقد انقضى ذلك الزمان اذا انتهى شنو ها شنو انتهى زمن القرآن التاريخية دخلت على النص القرآني واحدا من اهم من اهم ادلة تاريخية عند هؤلاء عند المحدثين من مستشرقين ومن من ومن مفكرين عرب ملانا كما سأشير لبعضهم مثل حنفي مثل ارغون مثل هؤلاء يقولون انه انتم تقولون في كتبكم في علوم القرآن ان هناك تفاعل بين الواقع وبين النص اذا كيف لا يكون القرآن ماذا تاريخي هسا اتركون ماذا ان تاريخية اللغة اللغة من لغة من هذه ها لغة هؤلاء القوم اذا القرآن مدي يتكلم بلغة قومه وما ارزلنا من رسول الا بلسان قومه هذا مدخل جديد هذا المدخل اللغوي سمه داك مدخل من علوم القرآن هذا مدخل ماذا لغوي بعد ملان بعد ملان مدخل اخر مدخل ان هذا المتلقي بشر يعني منه يعني رسول الله بشر فمحكوم بقوانين ماذا البشر هسا افترض انت تقول لا رسول الله فوق الزمان والمكان جيد ولكن الذين كانوا يتلقون منه القرآن ما هم هذولا معصومين هذولا فوق الزمان والمكان هؤلاء فوق التاريخ الشوف كلا وهؤلاء هم نقلوا القرآن اليك ولهذا هؤلاء من ابعاد متعددة يريدون ان يدخلوا على البحث ها يثبت ان القرآن تاريخي بامتياز اشتركوا في القرآن